حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الواحد وعشرين من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كل ما يتعلق بالأشكال من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب هنبدأ دلوقتي نشوف إزاي نقدر ندرج شكل علشان تدرج شكل هتدخل على قائمة insert بعد كده هتاخد حاليا في مجموعة من الأشكال اللي انت هتلاقيها قدامك في قائمة القائمة الأشكال ديت تقدر تغنيك عن أي حاجة آآ ممكن تحتاجها آآ لو انت عايز تعمل اي شكل تقدر تستخدم الأشكال ديت لو انت عايز تجرب انك تعمل آآ تقدر تاخد اختيار انا مبدئيا هختار الشكل ده وهبدأ بقى اني ادرج الشكل ده دلوقتي علشان تتحكم في الشكل ده بيبقى في حاجتين بيظهروا لك مع اي شكل الحاجة الاولانية هو الرمز اللي احنا تعرفنا عليه اسناء شرح الصور وهو رمز الدوران ان بقى انك تقدر تعمل دوران للشكل باي شكل انت عايزه سواء من هنا او من القائمة اللي موجودة قدامك انك تقدر تعمل لها آآ ايا كانت الدرجة اللي انت عايز تعمل الدوران ده بها طيب الحاجة التانية بتظهر لك في بعض الاشكال مش في كل الاشكال ايه هي الشكل الاصفر اللي موجود عندك هنا ده اقدر هنا بقى انه يسمح لك بالضغط عليها انك تقدر تصغر او تكبر الحدود بتاعة الشكل لو انت هتكتب على الشكل اعمل حسابك بانا التصغير ده آآ هياخد منك مساحة في الكتابة لو انت عايز تزود مساحة الكتابة ابدأ انك تكبر الشكل بالشكل اللي انت عايزه طيب انا دلوقتي عايز اكتب على الشكل ده تقدر ببساطة بانك اسناء تفعيل الشكل ده تكتب عليه وبكل بساطة بعد كده هتزلل كنترول دال عشان تكبر الى المقاس اللي انت شايفه انتبه لان كل الشكل بيبقى له هوامش الداخلية زي اي نص تقدر بقى انك تتلعب في الخوامش الداخلية ديت عن طريق كنترول شوف تيمين او عن طريق بانك من الهوم تقدر بقى انك تدي له الرمز ده طيب انا دلوقتي اصبحت كتابتي باللون ده وبالخط ده على الشكل طيب لو انا هاخد لك هعمل قص وهبص على الشكل وهو متاح بدون اي كتابة طيب لو انا عايز اعمل كتابة على الشكل بشكل تاني تقدر بقى انك كليكي مين وبعدين تقدر تقول له فيظهر لك مؤشر الكتابة فتقدر تكتب اللي انت عايزه على الشكل دايما الاسهل بانك تحدد الشكل وتكتب عليه على طول ولكن لو انت عايز الطريقة التانية لو انت حابب تعرف الطريقة التانية احنا عرضناها عليك طيب انا دلوقتي بعد الكتاب على الشكل ده هبدأ باني ااكل من الشكل عشان اوري لحضراتكم ازاي الكلام ده ممكن يؤثر على الشكل بتاعي على سبيل المثال هو هنا اسم لي الكلام على سطرين لو انا هصغر الحدود دي هتلاقيه جاب لك الكلام في سطر واحد عشان كده قول لنا حضراتكم بان الاختيار اللي انت هتاخده هنا يستحسن بانك ما تعملوش الا بعد الكتابة وبعد الانتهاء من الكتابة بشكل تام طيب اه دلوقتي لو انا عايز اتلاعب في الخصاص بتاعت الشكل ده طبعا مجرد تحديد الشكل هتظهر لقايمة فورمات بتاعته تقدر بانك تختار مجموعة من الاشكال الجهزة اللي انت تقدر تختار ما بينها عايز تختار حاجة اكتر خصوصية تقدر كليك يمين وفورمات للشكل في عندك فورمات للفيل بانك تقدر تتحكم في الشكل بتاعك لو انت عايز الشكل بتاعك حد خارجي بس وبدون لون داخلي تقدر تقول له طبعا في الحالة دي لازم تخلي الخط بتاعك يكون بلون ملحوظ لو انا عايز له لون سابت اقدر بقى اني اخد له لون واقترضه اللون ده بان انا محتاج مسلا ان تكون الشكل بتاعي باللون ده لو انت عايز له الوان تقدر تضغط على الجزء ده تقدر تكون مجموعة الوان مش لون واحد وتقدر بقى انك تتلعب في الالوان ديت بالشكل اللي انت عايزه تقدر بقى انك تختار اللون اللي انت عايزه بشكل طبيعي وبدون اي مشكلة فتقدر انك توصل الى الشكل اللي انت عايزه لو انت عايز تلاعب في الشكل تقدر بقى انك تعمل الكلام ده طيب اه ممكن تاخد صورة تعطاك خلفية للشكل ده سواء الصور اللي هو بيحطها لك بشكل افتراضي او بقى انك تعمل له لصورة من عندك لو انت عايز تاخد الصور اللي هو حطها لك بشكل افتراضي هتلاقيها هنا بقى ان في مجموعة من الاشكال اللي هو بيقترح حالك انت مش عاجبك الاشكال ديت تقدر بقى انك تختار وبعدين تقول له من الفايل انت محتاج الصورة ديت مسلا او اي صورة انت عايزها او انك تدخل على ملف الصور الخاص بيك وبعد كده تختار الصورة اللي انت شايفها مناسبة ولكن طبعا لازم هتراعي بان الخط بتاعك هيكون مكتوب بلون يخليه واضح على الصورة طيب انا دلوقتي بعد ما جيت وعملت الاعدادات ديت تقدر بانك تدخل الحاجات ديت احنا كنا عاملينها على الفايل اللي هو اللون الداخلي طيب تقدر بانك تتلاعب كمان في الشفافية بتاعة الشكل زي ما انتوا ملاحظين دلوقتي بان الشكل بتاعي بيبدأ يخف او يتقل الفكرة ديت استعين بيها علشان تقالل التكلفة بتاعة الطباعة لازم اثناء تغيير شفافية الشكل تراعي بان الشكل بتاعك يكون واضح بما فيه الكفاية اثناء الطباعة وواضح في النسخة المرئية من الملف طيب انا دلوقتي اقدر باني ادخله لمجموعة للنقوش فادر باني اخليله الخط بتاعي في مجموعة من النقوش انا عن نفسي عمري ما استخدمت النقوش ديت لاني شايف بانها مؤزية للعين لكن لو انت عايز تختار النقوش ديت وعايز انك تغير الوانها ايا كان اللون اللي انت حابب بانك تاخده تقدر بانك تغير الالوان بتاعتها بالشكل اللي انت شايفه ولكن نصيحة دايما يا بتستخدم الصورة يا بتستخدم اي خيار من الخيارات اللي فوق طيب انا دلوقتي انتهيت من الفيل في عندك اللاين اللي هو الخط الحد للشكل علشان نلاحظ اللاين انا هعمل بتاعي دلوقتي بقى انه نوفل واختار اللون ده طيب انا دلوقتي هرجع للاين علشان اللاحظ التغيرات اللي بتحصل في اللاين بدون ما يزعجني اللون الداخلي للشكل طيب انا دلوقتي هل انت عايز لين للشكل ولا مش عايز لين طيب لو انت عايز لين عايزه لون واحد ولا عايزه مجموعة الوان طيب لو انا عايزه لون واحد تقدر بانك تختار اللون بتاعه بشكل طبيعي تقدر بانك تختار ان يكون مشوش للون الداخلي. تقدر بانك تتلاعب في الخط بتاعك شكله ايه? او انك تغير طريقة التخطيط بتاعك فيظهر لك الخط بالشكل ده. تقدر بانك تعمل التغيرات اللي انت شايفها مناسبة على الحدود بتاعتك او على الشكل بتاعك. تقدر بانك تدخل على الشكل وتختار التأسيرات الخاصة بالشكل. على سبيل المثال انا هرجع الوضع اللي كان موجود عندي بالشكل ده. بعد كده هختار التأسيرات بتاعة الخط بحيس بانه يظهر لاحظ التأسير اللي بيحصل في الخط ديت بتبقى تأسيرات كزا. تقدر بانك تاخد بها. بانك تختار التأسير اللي انت عايزه على الشكل. وبعد كده تحتفظ بالشكل اللي انت وصلت له. ده بقتي هنعرف لحضراتكم بعض الحالات الخاصة اللي انت ممكن تتعرض لها اسناء العمل على الاشكال. طيب في البداية انك في بعض الاشكال لما انت تيجي تدرجها زي الدايرة بتقدر انك اسناء ادرجها هتلاحظ بان عرض الدايرة بيتأثر معك فالدايرة هنا بتبقى دايرة غير مستوية او بيبقى الشكل بتاعك بيضاوي. طيب لو انا عايز احافظ عليك دايرة بتضغط على زرار مع الرسم فهتلاحظ بان الدايرة بتاعتك مستوية تماما. طيب. الحاجة ديات برضو هتقابلك عند ادراج الخطوط. في حالة ان انت بتدرج خط هتلاحظ بان الخط بتاعك ممكن يطلع او ينزل. طيب لو انت عايز الخط بتاعك مستوي تماما هتضغط على وهتسحب علشان تاخد المقاس اللي انت عايزه بعد كده تتلعب في حجم الخط بتاعك بتكبير او بتصغير لغاية لما توصله لحاجة اللي انت عايزها عندك. طيب اه في حالة كمان ممكن تتعرض لها مع الكتابة على الاشكال. طيب انت فانا بانك تقدر تكتب على الشكل عن طريق او بانك تحدد الشكل وتكتب عليه على طول. طيب انا دلوقتي لو مش قادر اعمل الحركات دي او عندك مشكلة فيك الكتابة. طيب هتعمل ايه? هتدخل على انسيرت وبعدين هتدخل على تكست بوكس. هتختار اي تكست بوكس وهتجيبه على المحيط بتاع الشكل بتاعك. بعد كده هتكتب الحاجة اللي انت عايزها على سبيل المثال. اللغة العربية. وهعمل التعديلات اللي انا عايزها. بعد كده بتقدر تدخل على تلك كيمين وفرمات للشيب. خلي بالك ان احنا محددين بنعمل فرمات للشيب لمربع النص. مش للشكل. طيب. علشان نتحكم فيه بنعمله فيلغي الحدود بتاعته. في نفس الوقت بنيجي على الفيل بتاعه ونعمله فيبدأ هنا الشكل بتاعك. ما بيظهرش بانك عملت هنا خلص مربع نص. انت بس اللي بتكون عارف بانك عملت هنا مربع نص. طيب. لو انت اخترت الطريقة ديت ديت احيانا بتحل لك مشاكل ولكن هتبقى في مشكلة آآ ممكن تقابلك فيها. ايه هي مشكلة دي? المشكلة دي بانك انت تقدر في بعض الحالات بانك اثناء تحريكك للشكل بتنسى بانك كنت عامل آآ مربع النص ده عليه. طيب المربع النص ده علشان يتحرك مع الشكل قدامك حاجتين. الحاجة الاولانية بانك تحدد مربع النص بعدين تضغط على كنترول. وبعدين تيجي هتلاحظ بان الكنترول اصبح شكله بالشكل ده وبعد كده تضغط على الدائرة. فكده الاتنين يتحددوا مع بعض وتقدر بانك تحركهم. طيب الحاجة التانية بانك تقدر بانك تختار مربع النص وكنترول وتحدد الشكل وبعدين كليك يمين وتعمل لها جروب. فهيتعامل مع الاتنين كحاجة واحدة هيقدر بانه ينقلهم كحاجة واحدة ما انتاش محتاج لانك تعدلها. ولكن تقدر بانك تعدل في المحتوى بتاعك عادي بدون اي مشاكل. ولكن تقدر بانك تحرك الصورة ومربع النص بتحكم واحد. بكده نكون اخدنا كل ما يتعلق بالاشكال. بنتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر